من جهته حذر النائب عبدالله طريجي من خطورة المعلومات المتداولة في وسائل الإعلام حول استمرار إحدى الشركات بممارسة عملها في منفذ العبد للحدودي رغم انتهاء عقدها منذ سنة وعدم تحصيل أي مستحقات واجبة للدولة طريجي قال إنما نشرته إحدى الصحف تحت عنوان منفذ العبد لمكشوف أمنيا يضع الحكومة أمام مسؤولياتها في ضرورة ضبط الأوضاع في البنافذ الحدودية